انضم إلينا من طبرق عضو البرلمان الليبي صلاح الطهبي أستاذ صلاح أهلا وسهلا بك معنا لو تضعنا في صورة مجريات جلسة اليوم وإلى أين وصلت وماذا عن انتخاب رئيس البرلمان أهلا وسهلا بكم تحية لكم ولمشاهدين الكرام اليوم كانت أول جلسة افتتاح لبرلمان الليبي الذي استلم المؤتمر الوطني العام اليوم البرنامج فيه برنامج الاستلام والقسم والاثنين اليوم انهيناهم مع نهاية النهار سنبدأ فيه برنامج انتخاب رئيس البرلمان الليبي والنائب الأول والنائب الثاني ومقرر جلسات البرلمان الليبي ومن ثم ننطلق إلى العمل بعد انتهام تجهيز الأساسيات للبرلمان من هي الأسماء المطروحة أستاذ صلاح؟ هنا نعلم بأن فيه عديد من الأسماء ولكن مازالت تقديم خلال الساعتين القادمتين ممكن بعد ثلاث ساعات سنعرف الأسماء أكثر ولكن مازال لم يتم الإعلان عليها حتى الآن كان هناك حديثة من بعض الأعضاء بأنه سيتم بحث إمكانية تشكيل حكومة جديدة برأيك بالوضع الحالي بما أنتم عليه كم يلزم فعلا للبدء ببحث موضوع تشكيل الحكومة الليبية الجديدة؟ تناقشنا في هذا الموضوع نرى بأن الوضع الراهن على الأرض يجب التعامل معه قبل أي شيء آخر بتأكيد أمر الحكومة مهم ولكن ألاف الليبيين الآن محتاجين إلى قرارات حاسمة من البرلمان تضع حد للاقتتال داخل مدينة طرابس داخل مدينة بنغازي ومنتم نتفرغ إلى موضوع الحكومة ولكن الآن شغلنا الشاغل ومتابعتنا ساعة بساعة للاقتتال الذي يحصل إذن المهمة الأولى ربما والأولوية ستكون للملف الأمني أستاذ صراح وإطلاق الرصاصة من تبادل بعدها نعم بنتيكون تأكيد نعم طيب أريد أن أسألك أيضا ربما تأكيد بعد الانتهام من انتخاب الرئيس والمقررين لن يكون هناك شغل شاغل أكثر تفضل طيب موضوع بعد انتخاب الرئيس ونائبيه والمقرر لن يتكون لنا شغل آخر غير الشغل الأحداث الجارية الآن في ليبيا طيب أريد أن أسأل ربما بعض المحللين رأوا بانتقال مقر البرلمان الليبي من طرابلس إلى بنغازي ربما نوع من إعادة الوحدة الوطنية كلنا نعرف أنه كان هناك ربما مطالب لأهالي بنغازي كان هناك ربما نوع من أشعور بالغبن برأيك كيف سيؤثر فعلا انتقال المقر بهذا الموضوع بهذه النقطة انتقال البرلمان إلى بنغازي في البداية والآن حاليا في تبرق مؤقتا حتى نرجع لبنغازي له تأثير إيجابي بالتأكيد ولكن العمل الذي تقوم به لجنة الستين القائمة على الدستور الليبي تتدارس وتناقش مع كل المناطق الليبية فأي شيء في أي شعور ومطالب لأي منطقة يتم تجميعها بالكامل من لجنة الستين التي تقوم بتجهيز الدستور الليبي وأي رغبات وأي متطلبات للمناطق الليبية بالكامل سيتم تدرسها في الدستور القادم ولكن نحن مراحبين جدا في هذه المدينة الحقيقة لاقينا ترحيب عجيب فيها وهي طبعا مؤقتا حتى نتمكن من الرجوع بتوصية من وزير الداخلية على الأوضاع في بنغازي لنعمل هناك في المقار الدائم أشكرك جزيل الشكر من طبرق عضو البالمان الليبي صلاح الصهبي شكرا جزيلا لك